السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي واصدقائي ترابط الله بالسلامة العامة والأزهرية أرحبا بكم في حلقة جديدة من البرمجة التعليمية متى الأحياء مع الدكتور محمد فرج إن شاء الله المرة اللي فاتت احنا خلصنا صور التكاثر اللاجنسي وقلنا عندنا ست صور في اللاجنسي مشتر الصنائي، تبرعم، تجدد، جراثيم، توالد، بكري، وزراعة الأنسجة نهاردة إن شاء الله عندنا موضوع مهم صور التكاثر الجنسي احنا قلنا عزيز الطالب أفكرك قلنا التكاثر الجنسي بيحتاج إلى فرضين أحدهما عادة ذكر وأنسة وقلنا مكلف في الوقت والجهد والطاقة وقلنا بينتج عدد قليل في وقت كبير وقلنا بيقتصر الإنجاب على الأنسة فقط وده بيزود التكلفة البيولوجية من التكاثر الجنسي وقلنا بيعتمد على الإنقسام الميوزي عشان كده الأفراد الناتجة بتتسلم المادة الوراثية من كلا الأبوين فبيحصل تنوع في المادة الوراثية وممكن يحصل تكايف مع البيئة طيب صور التكاثر الجنسي احنا قلنا عزيز الطالب عندنا صورتين من التكاثر الجنسي في صورة اسمها الإقتران هذا بيحصل في الكائنات البدائية وأن أشهر كائن بدائي هنا هو تحلب يسمى الإسبايرو جايرة اللي هو الريم الأخضر صورة التانية لتكاثر بالأمشاج الجنسية وده بيحصل في الكائنات الراقية زي الإنسان والحيوان والنبات الراقي قلنا بمنطقة البساطة عزيز الطالب خلي بالك الإقتران أول صورة من صور التكاثر الجنسي وده بيحصل في الكائنات البدائية زي تحلب اسميرو جايرة بيسأل سؤال أي كائن بدائي أفضل له يعمل تكاثر جنسي ولا لا جنسي؟ بالضبط كده أفضل له يعمل تكاثر لا جنسي وبالفعل تحلب الإسبايرو جايرة طور مظروف الحياة مناسبة بيعمل تكاثر لا جنسي التحلب ده بيعيش في المياه إذن طول ما المياه متوفرة أكسوجين متوفر نقوة المياه كويسة درجة الحرارة كويسة هذا التحلب بيعمل تكاثر لا جنسي فبينتج أعداد كبيرة وهو مش قلقان من أي حاجة طالما ظروف الحياة بالنسبة له ظروف ايه مناسبة لكن أول ما تبقى ظروف الحياة غير مناسبة هيبدأ يلجأ إلى التكاثر الجنسي بالإقتران يبقى هنا أول سؤال عايزي الطالب متى يلجأ تحلب الإسبايرو جايرة إلى التكاثر الجنسي بالإقتران هتقول لي في الظروف الغير مناسبة زي جفاف المياه زي تغير نقاوة المياه ارتفاع درجة الحرارة نقص الأكسوجين في المياه نفس الظروف الغير مناسبة بتاعة الأميبة لما عملت عملية الايه التحاصل تمام طب شمعنا بقى في الظروف الغير مناسبة طحنب سبيرو جايرة هيعمل تكاثر جنسي بالإقتران شمعنا في الظروف دي بالذات قال لك عشان يقدر يطلع فرد جديد يستطيع التكيف ويستطيع التأقلم مع الظروف الغير ايه مناسبة يبقى الغرض الرئيسي من الإقتران هو انتاج فرد جديد يقدر يتعايش مع الظروف الغير مناسبة لغاية ما الظروف ايه تتحسن عشان كده بيلجأ إلى الإقتران في الظروف الغير مناسبة لإنتاج فرد جديد يستطيع التكيف والتأقلم مع الظروف الغير ايه مناسبة حلوة طب كيف يحدث الإقتران قال لك بمنتهى البساطة في الظروف الغير مناسبة بتبدأ تحالب الإسبيرو جايرة تقرب من بعضها بمعنى بيبدأ التحالب عبارة عن خط طويل كده مقسم إلى خلايا التحالب حلزوني الشكل وأحادي المجموعة السبغية بالمنظر ده طيب أول خطوة بيتجاور خيطان من تحالب الإسبيرو جايرة يعني كلمة يتجاور يعني يبقى جيران يقفق قدام بعض برضو التحالب الآخر حلزوني الشكل وأحادي المجموعة الايه السبغية جمع بقى يبقى كعندك كم واحد دلوقتي ربنا خلق أحادي المجموعة السبغية تمام زكر نحل العسل جاي من توالد بكري طبيعي بويضة غير مخصبة وتحالب الإسبيرو جايرة أجدر أحادي المجموعة الايه السبغية أول خطوة في الإقتران يتجاور خيطان من التحالب الإسبيرو جايرة في الظروف الغير مناسبة بعد شوية هيطلع من هنا بروز نحو الداخل كده ويطلع من هنا بروز نحو الداخل كده البروز ده والبروز ده هيتقابلوا مع بعض زي ما انت شايف فيه هنا جدار فاصل ما بينهم هتزال الجدر الفاصلة بالمنظر ده وتتكون قناة بتفتح الخطين على بعض بيطلق عليها قناة الإقتران قناة الايه الإقتران يبقى أول خطوة في الإقتران يتجاور خيطان من التحالب هيطلع بروز من هنا وبروز من هنا يتلامس البروزان مع بعض شيل الجدار الفاصل منهم اعمل لي قناة الايه الإقتران أيضا ده هيحصل مع الخلية اللي تحت بالمنظر ده هنكون تحت أيضا قناة الايه الإقتران طب ليه ربنا خلق لنا قناة الإقتران ليه ربنا عمل هذه القناة في تحل بسبيرو جايرة قالك عشان المادة الحية اللي هنا سايتو بلازم أو البروتو بلازم في أحد الخيوط هيبدأ يجمع نفسه بدل ما هو مفروض في الخلية كلها لا البروتو بلازم ده يجمع 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 ويهاجر عبر قناة الإقتران فيتزوج مع الخيط الآخر إذن كلمة اقتران معناها اندماج معناها تزاوج إن البروتو بلازم اللي هنا هيمشي عبر قناة الإقتران وينتقل عبر قناة الإقتران إلى البروتو بلازم في الخيط الآخر فيندمجه مع بعض لما البروتوبلازم ده يندمج مع البروتوبلازم ده هكون حاجة مهمة اسمها لقاحة جرثومية كم نون بقى اللقاحة الجرثومية؟ تمام اتنين نون ليه اتنين نون؟ عشان ده نون اندمج مع نون فتكونت اللقاحة كم نون هنا اتنين نون نفس الكلام هيحصل تحته هنا هو يبقى برضو البروتوبلازم اللي هنا هيبدأ ينتقل عبر قناة الاقتران ويروح للتاني ويبدأ يقترن معاه فيكون اللقاحة اتنين نون طب هنا الظروف دي قلنا مناسبة ولا غير مناسبة للحياة انا قلتلك الاقتران كله في ظروف الغير مناسبة للحياة اذا اندي ظروف غير مناسبة عشان كده اللقاحة هتبدأ تتحوط بجدار سميك للحماية من الظروف الغير مناسبة لما اللقاحة تتحوط بجدار سميك هيطلق عليها دلوقتي زيجوسبور كم نون الزيجوسبور؟ ايضا هيبقى اتنين نون ما هو كلمة زايجوت جاي من كلمة زايجوت يعني لقاحها بسبور يعني متحوصل يعني حولها جدار ايه سميك للحماية من الظروف الغير مناسبة هو ده بقى عايز الطالب الغرض الرئيسي من الاقتران انتاج الزايجوسبور لان هذا الزايجوسبور عن طريق الجدار سميك يقدر يتحمل الظروف الغير ايه مناسبة ويفضل الزايجوسبور قاعد هنا في الظروف الغير مناسبة لغاية ما تتحسن بمجرد ما تتحسن الظروف هيبدأ الزايجوسبور ده ينمو وينبط ويكون طحلب سباير وجايرة جديد بهذا المنظر سؤال لما جاولك انا عايز طالب بقى الزايجوسبور كم نون؟ اتنين نون الطحلب كم نون؟ الطحلب ربنا خلقه اصلا نون اذا طبيعة الطحلب احادية المجموعة الايه؟ الصبغية يبقى الزايجوسبور اتنين نون عشان يقدر يطلع طحلب لازم الطحلب يرجع احد المجموعة الايه؟ الصبغية طب عشان نرجع الطحلب احد المجموعة الصبغية برافو عليك اذا لازم اعمل هنا انقسام ميوزي قبل تكوين الطحلب الجديد يبقى اللقاح الجرثومية او الزايجوسبور قبل انبات وتكوين الطحلب الجديد لازم يحصل له انقسام ايه؟ ميوزي طب الخلية في الميوزي هتدي كم خلية؟ اربعة خلي بالك بكل منهما نون تلاتة منهم يتحللوا ويتلاشوا وتتبقى خلية واحدة نون واحدة بس الخلية دية نون هتبدأ تنمو وتكبر وتطلع تحلب ايه؟ جديد طب سؤال بقى هو انا بكبر وبنمو عن طريق انقسام ايه؟ ايوة عن طريق انقسام ميوزي برافو عليك طب في طريق بقول لي كده انا اطلع بط بقى ما يوزي وما يتوزي وبتاعو الدنيا انتهى البساطة قول لي تاني خطوات الاقتران يلا يبقى في الظروف الغير مناسبة ايه اللي هيحصل؟ يتجاور خيطان بعد كده هيطلع من هنا بروز ومن هنا بروز يتلامس البروزان شيل الجدار الفاصل يعمل لي قناة الايه؟ الاقتران ليه بعمل قناة الاقتران؟ البروتو بلاز من احد الخيوط هيهاجر عبر قناة الاقتران ويتزوج مع الخيط الاخر ويعمل لك اللاقاحة الجرثومية اتنين نون تتحوط بجدار سميك للحماية من الظروف الغير مناسبة وتسمى زايجوسبور يعيش الزايجوسبور في الظروف الغير مناسبة الى ان تتحسن لايه؟ الظروف اول ما الظروف تتحسن هيحصل ايه؟ هيبدأ يحصل له الاول انقسام ميوزي بغرض اختزال عدد الصبغيات الى النصف حتى يعود التحلب وحد المجموعة الايه؟ الصبغية يبقى انا بعمل ميوزي الاول عشان اختزل الصبغيات ورجع التحلب ايه؟ نون طب التحلب ده عشان يقدر ينمو ويكبر بالمنظر ده احنا بننمو ونكبر بنقسام ايه؟ ميتوزي يبقى الميوزي الاول بغرض اختزال الصبغيات ثم ميتوزي بغرض النمو وانبات التحلب الايه؟ الجديد حلوان في طالب هنا يقعد يفكر يقولك ايه طب معنى كده ان الخد ده مات تحلل لان البروتو بلاسما ده الحقيقة تشالت والخد ده كمان خلاص اصبح لاقحة واصبح زي الجزبور كويس تقولي طفين هنا انتاج الاعداد اقولك يا حبيبي انا مش بعمل هنا تكاثر جنسي في الاسبايرو جايرة عشان ازود العدد لا انا مش بعمل تكاثر جنسي هنا لزيادة العدد او انتاج عدد كبير انا بعملش العدد الكبير هنا انا بعمل الاقتران في تحلل باسبايرو جايرة في الظروف الغير مناسبة عشان اطلع هذا الزي جزبور اللي يقدر يتحمل الظروف الغير ايه مناسبة يعني انا بضحب خليتين وبطلع خلية او بطلع واحد يقدر يستحمل الظروف الغير مناسبة لان منطقل بساطة لما الظروف تتحسن وطلع التحلل بالجديد التحلل بالجديد في الظروف المناسبة بيعمل تكاثر ايه لاجن سي فيبدأ يزود العدد ويرجعه زي ما هو عايز فهمنا صعب الكلام ده جميل الاقتران ده حصل ما بين ايه خطين قدام بعض لو انت شفت كده هتلاقيه عاملة زي السلم بص كده دي عواميد السلم بتاعتك ودي درجات السلم بتطلع عليها عشان كده الاقتران ده بيطلق عليه اقتران سلمي لانه شبه الايه السلم بتاعت اقتران ايه سلمي فبعض الاوقات بيبقى عندك خط واحد بس كده بمنطقة البساطة خط ده برضو متقسم الى خالي جاورتين جنب بعض هذا الخط الواحد لو تعرض لظروف غير مناسبة وملاقاش خط اخر يقترن معاه هل بقى هيموت الخط ده قالك لأ اما لها يعمل ايه بقى هيلجأ الى اقتران جانبي اقتران ايه جانبي يعني ايه الجملة دي قالك هي مش اللعمة كلها في الظروف الغير مناسبة ان بروتو بلازم يندمج مع بروتو بلازم وكون لاقحة تتحوط بجدار وتعمل زي جزبور طيب طالما انا عندي خط واحد وما عنديش خط اخر يقترن معاه طب ما انا عندي خليتين متجاورتين في نفس الخط هنا فيها بروتو بلازم وهنا فيها بروتو بلازم طب ما نشيل بقى الجدار الفاصل ده يتحلل كده هؤ وينتقل البروتو بلازم من احد الخلايا الى الخلية المجورة يندمج معاه ويكون لي اللاقحة الجرسومية اللي تبدأ تتحوط بالجدار السميك عشان تعملك الايه الزايجوز بور اللي يقدر يتكيف مع الظروف الغير مناسبة لما تتحسن الظروف ايه اللي هيحصل هذا الزايجوز بور هينقسم ايه الاول ما يوزي بغرض اختزال عدد الصبغيات ثم ينقسم ما يتوزي بغرض النمو وانبات التحلو بالايه الجديد بالمنظر ده اذا نعمليها بمنتهى البساطة يبقى انا عندي الغرض الرئيسي من الاقتران سواء سلمي او جانبي هو انتاج الزايجوز بور لانه هو اللي محط بالجدار السميك الولاف السميك اللي يقدر يعيش في الظروف الغير ايه مناسبة يبقى لما جاولك بعز الطالب ما هو الاقتران احدى صور التكاثر الايه الجنسي يحدث في الكائنات الايه البدائية زي تحلب الاسبيرو جايرة اللي هو الريم الاخضر الموجود في المية وعلى الصخور هذا التحلب بداي في الظروف المناسبة بيعمل لايه جنسي في الظروف الغير مناسبة بيعمل جنسي بالاقتران ايه انواع الاقتران نوعين يا اما سلمي يا اما جانبي الاكثر شيوعا هو الاقتران الايه السلمي متى يلجأ التحلب الى الاقتران الجانبي في الظروف الغير مناسبة عند وجود خيط واحد فقط ما بين خليتين متجاورتين ايضا لانتاج الايه الزايجوز بور لماذا يحدث ان قسام مايوزي ثم مايتوزي لللاقاحة او للزايجوز بور هتقوله المايوزي بغرض اختزال الصبغيات حتى يعود التحلب احادي المجموعة الصبغية ثم مايتوزي بغرض النمو وانبات التحلب الايه الجديد تمام اذا دي معظم الاسئلة بتاعت الايه الاقتران كويس او يبقى اول صورة خلصناها الحمد لله اللي هي صورة الايه الاقتران اتمنى تكون وضحت بالنسبة لك الصورة التانية ودي اللي بتحصل في الكائنات الراقية بقى اللي هو التكاثر بالامشاج الجنسية كائنات الراقية زي الانسان والحيوان والنباتات الزهرية الراقية التكاثر بالامشاج الجنسية منطق البساطة احنا عندنا كام نوع من الامشاج عندنا نوعين من الامشاج الجنسية اما امشاج مذكرة واما امشاج مؤنسة يجيلك سؤال مهم جدا يقوله قارم بين المشيج المذكر والمشيج المؤنس منطق البساطة عشان تفهم المقارنة وشارك تحفظها كده وتنساها على طول تفهم المقارنة اصل الجنين ايه ايه الاصل بتاع الزيجوت او الجنين ها مشيج مذكر ولا مؤنس مشيج مؤنس حتى بنسمي الزيجوت ايه بويضة مخصبة او بيضة مخصبة يبقى الاصل هو البيضة او البويضة يقول المشيج الايه بقى المؤنس طب من حكمة ربنا طالما الجنين هيتكون في المشيج المؤنس والمشيج المؤنس هو الاصل فربنا يخلق المشيج المؤنس ده ساكن ولا متحرك تمام لازم يبقى المشيج المؤنس ايه ساكن حتى لا يتعرض إلى مخاطر لأن لو في جنيه ممكن لو اتحرك المشيج المؤنس والجنيه يتحرك قد يتعرض للمخاطر فيهلك وإيه ويموت إذن من حكمة ربنا خل المشيج المؤنس ساكن حتى لا يتعرض إلى المخاطر فيهلك وإيه ويموت طيب طالما المشيج المؤنس هو اللي بيكون الجنين وهو أصل الجنين فربنا خل المشيج المؤنس هناه يختزن كمية كبيرة من الغذاء والسيتو بلازم المشيه المؤنس مخزن كمية من الغذاء لتغذية الجنين والسيتو بلازم لتكون الجنين ويطلق على الغذاء اللي موجود في البويضة المح إذن ما هو المح هنا هو الغذاء اللي جوه البويضة الذي يغزي الجنين تمام المشيه المؤنس ترابي اختزن غذاء وسيتو بلازم فربنا خلقه مستدير وحجمه كبير يبقى دوة كبير سؤال يقول المشيه المؤنس ساكن لا يتعرض لمخاطر إذن لا يفقد تمام بيخزن غذاء وسيتو بلازم كبير الحجم ومستدير إلى حد ما طالما ده ساكن لا يتعرض لمخاطر هحتاج منه عدد كبير ولا عدد قليل هحتاج منه عدد قليل اللي ما عملوش إيه مخاطر فيتعرض للهلاك عشان كده من حكمة ربنا الخلية الأولية اتنين نون اللي موجودة داخل المبيض قبل تكوين الأمشاج قال لك الخلية الأولية اتنين نون في المبيض قبل تكوين الأمشاج لما تطلع الأمشاج هتعمل انقسام ايه؟ تمام ميوزي لأن أنا بعمل أمشاج بانقسام ايه؟ ميوزي منصف طب الخلية في الميوزي بتطلع كم خلية؟ أربع خلايا بكل منها نون طب لما الخلية الأولية الوحدة تطلع لي أربع خلايا بكل منها نون هل بحتاج اللي أربع خلايا يعملوا لي أربع بويضات وأربع أمشاج؟ قال لك لا واحدة بس بتكبر قوي بالمنظر دهو فتصبح البويضة اللي احنا عايزين هنون طب والتلاتة دول قال لك بيطلق عليهم أجسام قطبية الأجسام الايه؟ القطبية بعد فترة الأجسام القطبية تتحلل وتترك البويضة ايه؟ لوحدة طب أنا ليه كونت هذه الأجسام القطبية؟ قال لك للتخلص من نصف عدد الصبغيات حتى تصبح البضة بتاعتي ايه؟ نون واحدة ليه؟ الخلية الأولية كم نون؟ اتنين نون وأنا عايز البويضة كم نون؟ نون واحدة بس يبقى هاختزل النون التانية وحلل النون التانية في الأجسام الايه؟ القطبية يبقى لما أجي قول لك أذكر مكان وظيفة الجسم القطبي أو الأجسام القطبية تولي توجد في المبيض وظيفتها الأساسية هي التخلص من نصف عدد الصبغيات حتى تصبح البويضة بتاعتك ايه؟ نون واحدة بس وحادية المجموعة الصبغي يبقى لما أجي قول لك أذكر خصائص المشيج المؤنس هتقول لي إبقى ساكن حتى لا يتعرض للمخاطر فيهلك الجنين يختزن كمية كبيرة من الغذاء والايه؟ والسيتوبلازم هيصبح كبير فيه الحجم ينتج بأعداد قليلة من الخلية الأولية في المبيض اتنين نون هينتج بويضة واحدة نون وثلاث أجسام قطبية تتحلل للتخلص من نصف عدد الايه؟ الصبغيات جميل إعكس ده يطلع ده يبقى المشيج المذكر أخباره ايه؟ متحرك وبه وسائل للحركة زي الصوت تلاقي الحيوان المنوي عنده صوت ديل بيساعد في عملية الحركة في أمشاك مذكرة تانية عندها أهداب زي الشعيرات رؤياء كده أهداب تساعدوا برضو أيضا في الحركة هنشوفها إن شاء الله إذن المشيج المذكر متحرك ومزود بوسائل حركة زي الأصوات أو الأهداب ده بيخزن يبقى دوت بيفقد معظم السيتوبلازم ويستدق الجسم فيصبح صغير في الحجم يعني ايه؟ المشيج المذكر متحرك وعشان يقدر يوصل للبويضة بيتعرض لمسافة كبيرة جدا وفقده وهلاك كبير قوي طب ده عشان يتحرك يبقى يبقى خفيف ولا تقيل؟ لازم يبقى خفيف عشان يتحرك ايه؟ بسهولة أنا بحتاج من الحيوان المنوي أو المشيج المذكر النواة لأن المادة الوراثية للأب بتوجد داخل الايه؟ النواة بحتاج منه النواة بس لأن قريدي البويضة بخزنه لك ايه؟ كمية كبيرة من السيتوبلازم إذن طالما ده متحرك وأنا عايزه خفيف ويتحرك بسهولة فربنا بيخليه يفقد معظم الايه بقى؟ السيتوبلازم بيحتفظ بالنواة وجزء بسيط جدا من الايه؟ السيتوبلازم عشان كده بيستدق جسمه بيبدأ جسمه يبدأ يقل يقل فيصبح صغير في الايه بقى؟ في الحجم لسهولة الايه؟ الحركة طالما ده متحرك فيتعرض للهلاك والفقد يبقى هحتاج منه عدد كبير ولا عدد قليل؟ عدد كبير عشان كده الخلية الأولية اتنين نون اللي موجودة في الخصية هتبدأ تعمل القسام مايوزي عند تكوين الأمشاج فتنتج أربع خلايا صغيرة بكل منها نون كل خلية من دول بقى تبدأ تتحول إلى أمشاج مذكرة يبقى هنا الخلية الأولية هتنتج أربع أمشاج مذكرة أما هنا في المبيض الخلية الأولية هتنتج مشيج مؤنس واحد وثلاث أجسام قطبية تتحلل جميل يبقى لما أقول لك هنا بقى قارن بي أمشاج مذكرة وأمشاج مؤنسة قلتها البساطة المشيج المذكر متحرق المشيج المؤنس ساكن المشيج المذكر يحتوي على وسائل حركة زي الأصوات والأهداب أمشاج المؤنسة لا تحتوي على وسائل للايه؟ للحركة أمشاج المذكرة تفقد معظم السايتوبلازم واستدق الجسم أمشاج المؤنسة تختزن الغذاء والأه والسايتوبلازم أمشاج المذكرة صغيرة في الحجم أمشاج المؤنسة كبيرة الحجم ومستديرة أمشاج المذكرة قليلة العدد سوري كثيرة العدد أما الأمشاج المؤنسة قليلة الأه العدد في الأمشاج المذكرة من الخلية الأولية بينتج أربع أمشاج مذكرة صحيحة أما في الأمشاج المؤنسة بينتج مشيج مؤنس واحد وثلاث أجسام قطبية تتحلل طيب عشان يحصل بقى الجواز والخلفة لازم المشيج المذكر ينتقل للمشيج المؤنس عملية انتقال الأمشاج المذكرة إلى الأمشاج المؤنسة بيطلق عليها عملية التلقيح إذن من هو التلقيح عزي الطالب؟ هو انتقال الأمشاج المذكرة إلى الأمشاج المؤنسة وهذا التلقيح إما أن يكون خارجي وإما أن يكون داخلي في الأسماك والبرمائيات والكائنات المائية التقاء الأمشاج وتكوين الزايدوت أو الجنين خارج جسم الأم فيطلق عليه تلقيح خارجي لأنه بيتكون خارج الجسم أما في الكائنات الأرضية زي الثديات وعلى رأسها الإنسان الجنين يتكون داخل جسم الأم في الرحم إذن ده يعتبر تلقيح هنا إيه بقى داخلي لأن التقاء الأمشاج وتكوين الجنين يتم داخل الجسم فيعتبر تلقيح إيه داخلي طيب لو دي كده البويضة ماشي المؤنس عملنا عملية تلقيح وصلنا إليها الحيوانات المنوية هل كده يكفي لتكوين الزايدوت؟ قالك لا مجرد الانتقال اللي هو التلقيح لا يكفي لتكوين الزايدوت لوحده عشان أقدر أكون زايدوت هنا لازم أحد الأمشاج المذكرة هنا هو يخترق البويضة ويندمج مع نواة المشيج المؤنس عملية الاندماج ما بين نواة المشيج المذكر ونواة المشيج المؤنس بيطلق عليها عملية الإيه؟ الإخصاب وهي دي المسؤولة عن تكوين الزايدوت اللي هو كم نون بقى؟ اتنين نون إذن قارم بين التلقيح والإخصاب ها؟ من هو التلقيح؟ هو انتقال الأمشاج المذكرة إلى الأمشاج المؤنسة مجرد انتقال لكن من هو الإخصاب؟ هو اندماج نواة المشيج المذكر نون مع نواة المشيج المؤنس نون لتكوين الزايدوت كم نون بقى؟ اتنين نون طب الزايدوت ده خلية واحدة خلي بالك خلية اتنين نون هل الجنين بيفضل خلية واحدة ولا بيكبر؟ بيكبر طب عشان أكبر بقى يبقى لازم الزايدوت بعد ما يتكون يعمل انقسام ايه؟ مايتوزي بغرض النمو وتكون الايه؟ الجنين إذن خلي بالك عز الطالب انقسام الميوزي اختزال صبغيات انقسام الميتوزي بغرض النمو وتكون الايه؟ الجنين تمام كده احنا خلصنا صور التكاثر الجنسي سواء الاقتران او الامشاج الايه الجنسية كويس تعالى بقى نروح لظاهرة مهمة جدا 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 وهي ظاهرة تعاقب الاجيال موضوع في منتهى الاهمية تعاقب الاجيال منطق البساطة احنا قلنا عايزة الطالب من هو تعاقب الاجيال قال لك هو تعاقب التكاثر الجنسي واللا جنسي في نفس دورة الحياة تعاقب التكاثر الجنسي مع اللا جنسي في نفس دورة الايه الحياة وقلنا هنا الكائن اللي بيعمل تعاقب الاجيال هيقدر يستفيد من الميزة بتاعة الجنسي اللي هو تنوع الصفات الوراثية وتكيف مع البيئة ويقدر يستفيد من الميزة بتاعة اللا جنسي هو انتاج عدد كبير في وقت ايه وليل لحفظ النوع من الإنقراض تمام هندرس مثالين في تعاقب الأجيال مثال الأول هو دورة حياة بلازموديوم الملاريا والمثال الثاني دورة حياة نبات الفجير من الصراخص ناخد أول مثال دورة حياة بلازموديوم الملاريا من هو البلازموديوم؟ البلازموديوم هو حيوان أولي جرثومة حيوان أولي يعني عنده خلية ايه وحدة هو كائن عنده خلية وحدة بلازموديوم اسمه البلازموديوم هذا البلازموديوم الحيواني الاولي عشان يقدر يعيش ويتكاثر ربنا خليه عشان يقدر يعيش يدخل جوه نوعين من الكائنات الحية يتكاثر جوه اول كائن حي بيدخل جوه او فيه واحد بيدخل جوه هو انسة بعودة الانوفلس نوع من انواع النموس اللي بيمتص الدم اسمها بعودة الايه الانوفلس البلازموديوم بيدخل جوه الانسة ويبدأ يتكاثر جوه البعودة تكاثر جنسي عشان كده بيطلق على البعودة العائل الاساسي كلمة عائل يعني كائن حي بيتطفل عليه كائن حي اخر اذا هذا البلازموديوم لما بيدخل جوه البعودة يتطفل عليها عشان يتكاثر جنسيا هيطلق على البعودة عائل ايه اساسي الكائن الاخر بقى اللي البلازموديوم هيدخل جوه ويعمل تكاثر لا جنسي هيطلق عليه العائل الوسيط ومن هو العائل الوسيط بقى اللي البلازموديوم هيدخله ويعمل جوه تكاثر لا جنسي حضراتنا بقى اللي هو الانسان ودي الخطورة بقى إن البلازموديوم لو دخل جوه الإنسان لو العائد الوسيط هيتكافر جوه تكاسل لا جنسي دي الخطورة إن البلازموديوم جوه الإنسان بيعمل لا جنسي طب إيه المشكلة؟ قالك البلازموديوم دخلية واحدة بس لو دخل جوه الإنسان هيعمل تكاسل لا جنسي فيبدأ يزود العدد بكمية كبيرة في وقت إيه؟ قليل مع زيادة أعداد البلازموديوم داخل جسم الإنسان عن طريق التكاثر اللاجنسي الجهاز المناعي بتاعنا مش هيقدر يقاوم كل هذه الأعداد الهائلة فيصاب الإنسان بمرض الملاريا الذي قد يسبب الوفاة زي ما هتشوف دلوقتي زي ليه بيسبب الوفاة صعب الكلام ده يبقى البلازموديوم ده حيوان أولي بيقضي دورة حياته في كام عائل اتنين عائل أساسي يتكاثر جوا تكاثر جنسي وهو أنسة بعط الأنوفلس وعائل وسيط يتكاثر جوا تكاثر لا جنسي وهو الإنسان كيف تبدأ دورة الحياة بمنتهى البساطة قالك في الإنسان بتبدأ الدورة ازاي لما تيجي قنسة أنوفلس تلدغ إنسان سليم ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ تلدغ الإنسان وتمتص دمه وهي بتمتص الدم اللعاب بتاع البعوضة بينزل جوا دم الإنسان ويحتوي لعاب البعوضة على أشكال مغزلية الشكل تسمى إسبوروزايت تسمى إيه؟ إسبوروزايت هذا الإسبوروزايت بيطلق عليه الطور المعدي للإنسان إذن من هو الطور المعدي؟ يعني كلمة الطور المعدي إن البلازماديوم بيدخل جوا جسم الإنسان يعديه بمرض الملاريا في صورة تسمى إسبوروزايت وبيدخل جوا جسم الإنسان عن طريق لعاب قنسة بعضة الأنوفلس الجهاز المناعي هيبدأ يقاوم إسبوروزايتس دي طيب إسبوروزايتس لما تنزل الدم وتلاقي الجهاز المناعي جاي عليها هتعمل إيه؟ هتبدأ تجري بسرعة وتتجه لعضو عندنا هنا هو كبير وهو الإيه بقى؟ الكبد خلي بالك الكبد بوابت الجسم إذن أي حاجة بتدخل جوا جسمك تعدي الأول على الإيه؟ على الكبد فالإسبوروزايت بيجري يخش على الكبد هربا من الجهاز الإيه؟ المناعي يبدأ يدخل جوا الكبد يستخب جوا بقى يتحول كده المرحلة كم يشاكده هو يبدأ يستخب جوا الكبد هربا وخوفا من الجهاز الإيه؟ المناعي ويفضل مستخب جوا الكبد فترة من الزمن حوالي 2-5 أيام كده اسمها فترة الحضانة بيبدأ قاعد ما بيعملش أي حاجة خالص مستخب جوا الايه؟ الكبد بمجرد ما تعد الفترة دهيت البلازموديوم يتطمم بقى الجهاز المناعي ما تعرفش علي خلاص فيبدأ البلازموديوم يتكاثر داخل الكبد هيعمل إيه بقى ها؟ جنسي ولا لا جنسي؟ تكاثر لا جنسي لأن الإنسان يعتبر عائل إيه؟ وسيط بيحصل جوا تكاثر لا جنسي صورة التكاثر اللا جنسي في الكبد هي التقطع يبقى البلازموديوم لما تطمن بعد يومين خمسة أيام إن الجهاز المناعي ما تعرفش عليه جوا الكبد هيبدأ يتكاثر لا جنسيا بالتقطع لمدة دورتين داخل الكبد يعني إيه كلمة تكاثر لا جنسي بالتقطع؟ ده عبارة عن انقسام ميتوزي متكرر يعني في الأميبة كانت الخلية بتنقسم ميتوزي تدي خليتين وخلاص لا هنا لا هنا النواهة تبدأ تتقطع عن طريق الانقسام الميتوزي المتكرر فالخلية الوحدة هتدي عدة خلايا دي دورة بعد كده الخلايا الناتجة هيبدأ يحصل لها دورة أخرى فاتطلع عدد كبير جدا من الخلايا دي بقى خطورة التكاثر الايه؟ اللاجنسي إن لو عند الخلية واحدة هتعمل تكاثر لا جنسي بالتقطع هتصبح عدة خلايا كل خلية هتعمل دورة تانية فتعمل تكاثر لا جنسي بالتقطع فيطلع عدد كبير جدا من الخلايا تخرج من الكبد إلى الدم عشان كده بعد ما بيحصل تكاثر لا جنسي بالتقطع جوه الكبد دورتين بيطلع من الكبد إلى الدم عدد كبير جدا من الخلايا الصغيرة يطلق عليها ميروزايت أسميها ايه؟ ميروزايت يبقى لكبد دخلوا مرحلة من البلازموديوم تسمى اسبوروزايت خرج من الكبد مراح برحلة أخرى تسمى ميروزايت بس بأعداد ايه؟ كبيرة لأن حصل جوه الكبد تكاثر اللي جنسي بالتقطع لمدة كم دورة؟ دورتين فزود الايه؟ العدد بتاعه طيب الخطورة مش في الكبد الخطورة في اللي جاية بقى إن كل خلية من الميروزايت هتبدأ تهاجم كرة دم حمراء هنا الخطورة بقى لما الميروزايت يبدأ يهاجم كرات الدم لايه؟ الحمراء كل خلية من الميروزايت تهاجم كرة دم ايه؟ حمراء ادي ميروزايتها هي دخل جوه كرة الدم الحمراء ايه؟ تمام إيه اللي هيحصل جوه كرات الدم الحمرة بقى هيحصل برضو تكاثر لاجنسي بالتقطع أيضا بس استنى كده عدة دورات ده مش دورتين بقى لا ده عدة ايه دورات شوف بقى العدد هيبقى عامل ازاي هي دي خطورة البلازموديوم في الإنسان عدد كبير في وقت ايه قليل الميروزويتية دي هتقعد جوه كرات الدم الحمرة لمدة يومين تقعد تعمل تكاثر لاجنسي بالتقطع عدة مرات فينتج عدد ايه كبير طب كرات الدم الحمرة صغيرة لما طلع عدد كبير جوها في خلال يومين بعد اليومين مش هتستحمل كرات الدم الحمرة فتنفجر كرات الدم الحمراء وتتحرر منها اعداد هائلة من الميروزويتات بالمنظر ده يبقى دخلك ميروزويت واحد بعد يومين خرج اعداد هائلة من الميروزويتات وكمان تفتت وانفجر لكرات الدم الحمرة جزء من الميروزويتات اللي خرجه دي هتبدأ تتحول الى الاطوار المشيجية لو المشيج المذكر والمشيج المؤنس بتاع البلازموديوم ويطلق عليها الاطوار الايه المشيجية اللي الامشاج بتاعت البلازموديوم او باللغة اللاتينية بيطلق عليها جاميتوسايتات اسمها باللغة اللاتينية ايه جاميتوسايتات طبعا كلمة جاميتو جاية من كلمة جاميتات اللي هي الامشاج تمام يبقى احنا كده وصلنا دورة حياة البلازموديوم داخل الايه الانسان دخل اسبروزويت من الكبد خرج الاف من الميروزويتات دخلت جوه كرات الدم الحمرة قعدت يومين تكاثر لجنس بالتقطع انفجرت الكرات وخرج اعدادها الى تحولت الى الاطوار المشيجية ان شاء الله عندنا فاصل دلوقتي بعد الفاصل هنستكمل مع بعض الدورة الجنسية ونشوف الاعراض بتاعة الملارية في جسم الانسان ونستكمل الدورة الجنسية في البعوضة ان شاء الله يتقابل بعد الفاصل بالتوفيق لكم ان شاء الله السلام عليكم ورحبا وبركاته ورجعنا مرة تانية بعد الفاصل اثنى الظهر وبعد تقبل ان شاء الله نستكمل دورة حياة بلازموديوم الملارية احنا هنا في الانسان افكرك دخل مع اللعاب الانسان اروفليس اسبروزايت اتجه الى الكبد قعد فترة اعملش حاجة بعدها اعمل تكاثر الجنسي بالتقطع دورتين خرج اعداد كبيرة من الخلايا من الكابة تسمى ميروزايت دخلت كل خلية جوه كرة دم حمراء اعدت فيها يومين عمل التكاثر الجنسي بالتقطع عدة دورات انفجرت الكرات دي وخرج اعداد هائلة من الميروزايت اللي جزء منها تحول الى الاطوار المشيجية للبلازموديوم للامشاج المذكرة والامشاج المؤنسي مع تفتت الكرات وانفجار الكرات وتحرر اعدادها الى من الميروزايت هتظهر هنا اعراض حمى الملاريا ولما اجيلك عايز الطالب متى تظهر اعراض حمى الملاريا هتقول لي عند انفجار كرات الدم الحمراء وتحرر اعدادها الى من الميروزايت وهذه الاعراض حمى ها تقول لي ايه الحمى ارتفاع درجة الحرارة مع رعشة مع عرق غزير هنا الطالب قاعد بقولك الله يعني كل اللي فات ده انا مش حاسس باعراض وهنا بحس بالاعراض دي خطورة مرض الملاريا عزيز الطالب انه هو بيتشخص متأخر وكمان الاعراض ده هي عندنا في الطب بسمها اعراض مائعة يعني ايه مائعة ايه حمى ورعشة وعرق انت روح تلقى اي دكتور عندنا هنا في مصر وقال لك قاعد في اياتك انت وجالك واحد يقول لك انت عندك حرارة ورعشة وعرق غزير هيقول له عندك ملاريا ما ينفعش طبا لان خلي بالك البلازموديوم مش وبائي عندنا في مصر مش منتشر عندنا في مصر دايما في الطب يقول لك common is common الشائع هو الشائع يعني ايه احنا في مصر عندنا واحد يوم لك في العيادة يقول لك انا عندي حرارة ورعشة وعرق هتقول له عندك مالاريا ما ينفعش هتقول له عندك شوية ايه؟ شوية برد بالزبط كده فهتدي له أدوية البرد العادي مضاد حيوي وخفض حرارة ومسكنة طيب تخل معي بعشان تفهم القصة ماشي ازاي حرارة النهاردة عيليت نتيجة تفتر كرات الدم لإيه؟ الحمراء هياخد مضاد حيوي عادي جدا الحرارة في نفس اليوم هتنزل تاني وتفضل يومين سليمة مفيش انت سليم ما عندكش ايه مشكلة في التالي تعلتين تصل بالدكتور بتاعك يقول لك لسه مضاد الحيوي مشتغلش وده كلام علمي على فكرة منطق جدا فتبدأ الحرارة تنزل لما تكمل مضاد الحيوي بتاعك يومين كويس وتبدأ تعلى مرة أخرى هنا بقى لازم الدكتور يشخصك ليه؟ دي في الطب في البطنة اسمها حمى منتظمة متقطعة حمى منتظمة متقطعة يعني ايه؟ طلع نزلة طلع نزلة بانتظام كل يومين تطلع وايه؟ وتنزل اول حاجة افكر فيها مالاريا اذا دي كذا واحدة كده في الدفرير داجروس بتاعنا اللي هي الاعراض المرضية اللي شبه بعض قالك اول حاجة افكر فيها بلازموديوم الايه؟ المالاريا بسرعة اقول للرجل ده انزل بقى المعمل اعمل لي فيلم دم صورة دم او فيلم ايه دم واكتب لدكتور المعمل اشتباه مالاريا هيبدأ دكتور المعمل هنا ياخد عينة الدم ويتفرق تحت الميكروسكوب ويبدأ يدور لنا على اطوار البلازموديوم داخل دم الانسان المريض هيبدأ يشوف ايه بقى؟ هيشوف عدد كبير من الميروزويتات تبقى واضحة جدا تحت الميكروسكوب لها شكل مميز وهيشوف كمان الاطوار الايه؟ المشيجية وكمان هيشوف حاجة تانية عايزة الطالب ممكن ما تكونش عليك او في ماجلك انت عرفها لكنت هيشوف عدد كبير من كرات الدم الحمرة المنفجرة تقول لي هيعرف منين كرات الدم الحمرة المفرقات يعرفها منين المتفتتة ديت يعني قالك احنا جوة كرات الدم الحمرة بتوجد صبغة اسمها مادة الهيموجلوبين اللي بتطلق الأكسوجين لخلال جسم مش كده لما الكرات تتفتت مادة الهيموجلوبين هتطلع برا الهيموجلوبين لما بيطلع برا بيتحول الى مادة سامة يطلق عليها حبيبات الهيموزين الهيمو ايه؟ زين يبقى الهيموزين ده عبارة عن ايه؟ الهيموجلوبين اللي خارج من كرات الدم الحمرة طبيعي انا مش بشوفه في الدم لكن لو انا شفت عدد كبير من الهيموزين ده معناه تفتت كرات الدم الحمرة وخروج الهيموجلوبين منها وكمان بقى أشوف أطوار البلازموديوم الميروزيتات مع الأطوار الماشيجية يبقى الراجل ده يتشخص 100% أنه هو ملاريا الأعراض بتاعته الحمى المنتزمة المتقطعة والتحاليل بتاعته صورة الدم أو فيلم الدم اللي أنا بشوفه على المريض ورؤية الميروزيتس والأطوار الماشيجية تشخص هذا الراجل أنه هو بلازموديوم الملاريا تديه بقى دوة خاص ببلازموديوم ملاريا سيب بقى المضادة الحياة والمسكنات والحاجات دي كلها أدي دو خاص المرض الملاريا يوقف لي عملية التكاثر اللي جنسي عشان أحافظ على كرات الدم الحمراء طب لماذا تتكرر الأعراض كل يومين؟ ليه الأعراض كل شوية طلعها نازلة ليه بتتكرر كل يومين؟ قالك لما الميروزايتس خرجت أول مرة مع تفتت الكرات لأول مرة ظهرت الأعراض لأول مرة خرج منها ميروزايتس جزء منها تحول لأطوار ماشيجية طب والجزء الآخر من الميروزايتات قالك بدأ يهاجم كرات دم حمراء جديدة هيقعد جواها يومين بعد اليومين هيعمل تكاثر اللي جنسي بالتقطع في خلال يومين بعد اليومين تتفتت الكرات فتظهر الأعراض مرة أخرى وتتحرر الميروزايتس تهاجم كرات دم حمراء جديدة بعد يومين تظهر الأعراض مرة أخرى وهكذا يبقى المريض ده لقدر الله لو تسبقه ممكن يموت من إيه؟ لو ما تعالكش كويس هيموت من أنيميا حدة نتيجة تفتت عدد رهيب من كرات الدم الحمراء فتقل قدرة الجسم مع نقل الأكسوجين إلى الخلايا وبالتالي يحصل أنيميا حدة قد تسبب الوفاة تمام طيب علشان بقى نكمل دورة حياة البلازموديوم إحنا كده البلازموديوم جوه الإنسان عمل تكاسل لاجنسي بالتقطع وإذا وصلنا إنه جوه دم الإنسان بقى في الأطوار المشيجية بتاعت البلازموديوم طب عشان نكمل بقى دورة حياة البلازموديوم لازم الأطوار المشيجية تنتقل من دم الإنسان إلى بعضة الأنوفلس طب ده يحصل إزاي؟ إن هذا الإنسان المريض اللي دمه أصبح محمل بالأمشاك بتاعت البلازموديوم تلدغو أنسى أنوفلس مرة أخرى لو لدغت أنسى أنوفلس هذا الإنسان المريض إيه اللي هيحصل بقى؟ هتبدأ تمتص الدم بتاعه والدم بتاعه محمل بالأمشاك بتاعت البلازموديوم فتنتقل أمشاك البلازموديوم من دم الإنسان إلى معدة البعوضة لو ده مثلا جدار معدة البعوضة هتنتقل الأمشاك من دم الإنسان إلى معدة البعوضة قادي المشيج المذكر وقادي المشيج المؤنس بتاع البلازمون ايه اللي هيحصل مشيج مذكر مع مؤنس جوه المعدة البعوضة هيبدأ المشيج المذكر يتزوج مع المشيج المؤنس ويندمج معاه فيتكون الزايجوت او اللاقحة كمنون اتنين نون كده احنا عملنا عملية ايه في معدة البعوضة عملنا تكاسر جنسي بالامشاج طيب اللاقحة بتاعت البلازموديوم عشان تعيد دورة الحياة ايه اللي هيحصل بقى هتبدأ اللاقحة دي عشان تقدر تعيد دورة الحياة لازم تدخل جوه انسان اخر طب عشان تدخل جوه انسان اخر هو البلازموديوم بينزل جوه الانسان عن طريق لعاب الايه البعوضة اذا هان البلازموديوم هيفضل قاعد جوه المعدة ولا هيبدأ يتحرك عشان روح لمعدة للغدد اللعابية هيبدأ يتحرك عشان روح لغدد الايه اللعبية بتاعة البعوضة فتبدأ اللقاحة هنا تتحول إلى مرحلة يطلق عليها الطور الحركي أو باللغة اللاتينية بيطلق عليه كم نون اتنين نون طب ليه اللقاحة بتتحول إلى الطور الحركي قالك لكي تختار الجدار المعدة عشان تقدر توصل للغدة اللعبية طب بعد ما تحولت اللقاحة للطور الحركي هيبدأ الطور الحركي ده هيحصل له انقسام مايوزي ليه؟ قالك عشان يكون خلية صغننة كده يطلق عليها كيس البيض أو باللغة اللاتينية بيطلق عليه أو أو سست اسمه ايه؟ أو أو سست كم نون بقى كيس البيض ده بالظبط كده هيطلع ايه؟ نون واحدة بس يبقى اللقاحة اللي تكوني تجوه معدة البعوضة اخترقت جدار المعدة طور الحركي تكيست يعني عملت كيس البيض بعد حدوث انقسام مايوزي اخر حاجة بقى ان كيس البيض ده هيحصل فيه تكاثر لاجنسي بالجراسيم فيكون كيس جرسومي كبير كده وتنقسم النواة ميتوزيا فتنتج عدد كبير جدا من الاشكال المغزلية اللي هي الاسبوروزويتات التي تتجه الى الغدد الايه؟ اللعابية وبكده البلازموديوم يقدر ينزل مرة اخرى الى الانسان اخر عشان يبدأ يستكمل دورة الاه الحياة لو انتجوها البعوضة جوزت الامشاج في المعدة اخترقت المعدة ثم عملت ميوزي طلعت كيس البيض حصل تكاثر لاجنسي بالجراسيم النواة قسمت ميتوزيا فكونت اسبوروزويتات اتجهت للغدد اللعابية فاصبحت البعوضة دلوقتي جاهزة انها تعدى انسان اخر وتعيد دورة حياة البلازموديوم اتمنى تكون في ايامنا دورة حياة البلازموديوم وهمة جدا كامتحان كاسئلة فيها كذا سؤال كده عايزة طالب احنا عندنا لسه بدري الوقت انا فيه طلبة كتيرة كلمتني تقولي الوقت والدنيا وخلاص والوقت عدى مننا لأ لسه بدري قوي تقدر تلم نفسك كويس قوي تقدر تجمع تقدر تلم تقدر تحل اسئلة كتير فيش حاجة اسمها صعش كلام حد يقولك الوقت عدى منك لازم اوعى ترمي المنديل ببساطة اوصل لحلمك مهما كان لهدفك مهما كان مهما كان تقدر تقصل اه تقدر تقصل دلوقتي اه دلوقتي لسه بدري قوي تحدثه في شهر 6 لسه بدري بس انت بقى عندك الاراضة والقوة ان انت تقدر تقاوم تقدر تجمع تقدر تلم علشان ربنا مفقك ان شاء الله وربنا دايما بيبص عليك ان الله لا يضيع عجر من احسن ايه عمله اشتغل كويس قوي ولم كويس قوي وحصل كويس قوي ربنا مش هينسك تمام توفيق ان شاء الله تقدر تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة نتقابل ان شاء الله يوم السابت اللي جاي بالتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته